فالسؤال ما هي الكراهية؟ الكراهية أحبائي مش بس تعبير أو مشاعر عاطفية لكن الكراهية فيها شيء تعمدي صبط الإصرار فيه تفكير فيه طبعا أكشن فيه إرادة اللي بتقود الإنسان فعلا يرتكب حمقات ويرتكب إجرام ويرتكب أمور شنيعة وفظيعة في اسم الدين في اسم الله وفي أي اسم آخر لا يتطفق معاه فإذن الكراهية هو أكثر من تعبير عن مشاعر الإنسان أنه يكره فالكراهية تقود الإنسان إلى صبق الإصرار وإلى الإرادة التعمدي أنه يفعل شيء معين فالناس التي ترتكب الجرائم مثل ما اسمعنا في فلوريدا في النايت كلاب شخص كان بفكر راح ورجونا أن هذا الشخص كان بروح للمكان وكان عم بيدرس هذا المكان وعم بفكر وبيطلع على هذا المكان وأخيرا جاب السلاح وقتل بدم بارد أن يقتل بهذه الطريقة هذا واضح جدا أنه وصل قلبه إلى حالة البرودة فخسر نفسه خسر حياته خسر أبديته أيضا يعني هو حاليا قابع في جهنم النار ومش بس يعني خل عائلات كتير تحزن وتبكي على هذا الألم اللي مروا فيه بفقدان أحباهم ليه؟ كله بسبب الكراهية